موسيقى تحية لكم الطبع الأولى في قناة الحياة وهذا أحمد المسلماني وحييكم السلام عليكم واحد مصر وزنبابوي صناعة الأمل حضرتكم دولة زنبابوي دولة مهمة في إفريقيا ودولة مؤثرة في الاتحاد الإفريقي مساحة زنبابوي أقل شوية من نص مساحة مصر يعني مساحة مصر مليون كيلو متر مربع مساحة زنبابوي 400 ألف كيلو متر مربع عد السكان حوالي 14 مليون نسمة الدخل القوميش كبير أو 11 مليار دولار سنويا لكن فيها موارد كتيرة جدا سواء موارد زراعية متعلقة بالزرع وبمحاصيل أخرى عديدة إنما كمان الموارد اللي هي خاصة بالثروة المعدنية كبيرة جدا من النيكل للنحاس للأصدير للبلاتينيوم للزهب يعني موارد معدنية كبيرة جدا في زنبابوي زنبابوي زمان كان اسمها روديسيا إنها بعد كده استقلت سنة 80 عن الاستعمار البريطاني وطبعا عارفين كلنا تاريخ اللي حصل من تفرقة عنصرية أيام روديسيا لكن بعد كده استقلت هذه الدولة العلاقات بين مصر وزنبابوي علاقات تاريخية منذ الاستقلال إلا أنها شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة في 2022 أوفد رئيس زنبابوي بابوثه الخاص إلى القاهرة قابل الرئيس السيسي وسلمه رسالة خطية من رئيس زنبابوي وكان طبعا المضمون الرئيسي لهذه الرسالة الرغبة الحقيقية في تطوير العلاقات بين القاهرة وهراري بعد كده بسنة جاء إلى مصر رئيس زنبابوي والتقى الرئيس السيسي في مدينة شرم الشيخ وتم النقاش في لقاء ثنائي مطول حول العلاقات بين مصر وزنبابوي رئيس زنبابوي أشاد برؤية الرئيس السيسي للقارة الإفريقية ما يخص الأمن والتنمية في إفريقيا ورغبته في أن هذه القارة تجاوز التحديات الأمنية والتحديات التنموية وأن يكون في تكامل اقتصادي إفريقي وفي مصالح إفريقية متكاملة وكذلك التفاهم الإفريقي في مواجهة ما هو خارج القارة وكمان رؤية الرئيس لموضوع التبادل التجاري الذي لابد من تعزيزي ولتوطين الصناعة واستثمار موارد دول إفريقية من أجل رفاهية شعوبها الرئيس السيسي تحدث في هذا اللقاء عن التعاون الثنائي الذي يكون أكبر مما مضى وأكبر مما هو الآن المفروض يزيد في المستقبل بشكل كبير وأن تطوير العلاقات مش بس على أساس التبادل التجاري إنما كمان بحث فرص لاستثمار المتبادل بين الدولتين يضاف إلى ذلك أنه تطوير البنية الأساسية سواء في زنبابوي أو البنية الأساسية العابرة للحدود ويضاف إلى ذلك أيضا رؤية مصر للعمل الإفريقي المشترك سواء في إطار العلاقات الثنائية مصر وزنبابوي أو داخل تكتل الكوميسا اللي مصر كانت رئيسه سنتين 21 إلى 23 بعد كده زنبيا أو في الإطار القاري الذي يشمل القارة الإفريقية ككل يعني ثلاث مستويات علاقات ثنائية أو علاقات في إطار تكتل كوميسا أو علاقات قرية في إطار القارة الإفريقية علاقتنا بزنبابوي تتجه من علاقة جيدة إلى علاقة أكثر توثيقا وأكثر قوة تتجه إلى المستقبل بسبات كبير وتعاون اقتصادي مفيد جدا ومهم جدا للطرفين زنبابوي وحضرتكم منذ الاستقلال حكمها الرئيس رباط المجابي اللي متابعين الشان الأفريقي أكيد يسمع عنه لأنه قاعد فترة طويلة رئيسا لزنبابوي وبعد كده سنة 2017 غادر السلطة لكن بعد سنتين من العلاج في سنغافورة توفي عن 95 عاما مجابي ليه جزء كبير من تاريخ استقلال وما بعد استقلال زنبابوي علاقتنا بزنبابوي موجودة بقوة من أيام الرئيس مجابي ومنذ استقلال زنبابوي لكن التفرة التي شهدتها العلاقات بين مصر وزنبابوي في السنوات الأخيرة وفي عاد الرئيس السيسي هي تفرة كبيرة لغاية ربما غير مسبوقة منذ مدة طويلة العلاقات بالقاهرة وهراري جزء كبير من صناعة الأمل ليس فقط بالنسبة لنا وإنما بالنسبة لتكتل الكوميسا وللقارة الإفريقية اتنين لماذا لا تريد الصين ولا روسيا إقامة تحالف بينهما البعض بيقول بالذات في الغرب أن فيه تحالف بين الصين وروسيا كلمة تحالف كلمة كبيرة حلف كلمة كبيرة تحالف عسكري حاجة كبيرة جدا ففيه فرق بين التعاون وبين التحالف مقال مهم في الصحافة الروسية نشره موقع روسيا اليوم الكاتب فيه بيتكلم في هذا الموضوع وبيقول خلاصة هذا المقال ما نشرته روسيا اليوم إنه ما بين روسيا والصين تعاون تعاون وثيق آه تحالف لا الغرب بيقول إنه تحالف يقول اللي هم عايزينه ده كلام الكاتب الروسي إنما ده مش تحالف ولا حلف ولا فيه تحالف عسكري بين موسك وبكين ده كلام صحيح ما بين روسيا والصين حسب الكاتب هو تعاون لا تحالف طيب فهمنا النقطة دي طيب ليه بقى روسيا والصين مش عايزين يملك تحالف ليه هو تعاون كبير لكن مش تحالف بين الدولتين في هذا المقال الكاتب الروسي بيقول ما يلي نمر واحد إنه الصين كفكر استراتيجي ضد التكتلات وشايف إن التكتلات والأحلاف العسكرية من وارسو إلى النيتو وتكتلات عسكرية أخرى إن الكتل دي والتكتلات ذات الطابع العسكري أو السياسي تؤدي إلى عدم الاستقرار وقدت إلى حروب كتيرة في الماضي تقلم على التكتلات العسكرية مش الاقتصادية الأمر الثاني إن روسيا دولة ذات نفوذ ونفوذ روسيا في العالم كبير وإن الصين لا تفضل إنها تكون في علاقة تحالف استراتيجي مع روسيا لأنها دولة ذات نفوذ أو منافسة للصين الأمر الثالث إن رؤية روسيا لو فيه تحالف مع الصين التحالف ده هيكون عبق على روسيا عبق على روسيا ليه؟ لأنها تضطر روسيا تاخد كل مواقف الصين كحليف عسكري أو استراتيجي تجاه العالم يعني مثلا الصين عندها مشاكل حدودية عندها مشاكل سياسية مع اليابان مع الهند مع فيتنام فممكن روسيا تشارك الصين في العداء أو المشكلات مع اليابان لأن اليابان لها مشكلات مع روسيا لكن دولة زي الهند علاقتها بروسيا كويسة جدا فليه روسيا تخسر الهند علشان تحالفها مع الصين فيتنام علاقتها بروسيا كويسة جدا ليه تخسر روسيا فيتنام علشان تحالفها تحالف روسيا والصين إذن رؤية روسيا إن التحالف ده هيعمل أعباء على روسيا حتضطر تبع علاقات تسيئة بالهند عشان خطر الصين وبفيتنام عشان خطر الصين والمشاكل الحدودية حتوقف كل مشاكل الحدود بين الصين وبين جيرانها حتوقف مع الصين ضد كل هؤلاء الجيران في طبعا العدوات كتيرة جدا أضف إلى ذلك وده الأمر الرابع والأكثر أهمية إن أمريكا علاقتها بروسيا ممكن تكون في بعض الأوقات أقرب من علاقتها بالصين لأن روسيا وأمريكا عندهم خلاف في ملفات محددة ممكن في أي وقت يساوها إنما الخلاف بين الصين وبين أمريكا خلاف كبير جدا جيو سياسي عملاق ومستمر فإذا روسيا تحالفت مع الصين ده معناه العلاقة بين روسيا وأمريكا هتبقى أبعد وأسوأ نتيجة هذا التحالف طب ليه روسيا تعمل كده إذا كان أصلا علاقة روسيا بأمريكا رغم كل ما جرى في أزمة أوكرانيا وحرب أوكرانيا إلا إنه في النهاية ممكن روسيا تتفاهم مع أمريكا والمسافة بالروسيا وأمريكا مش كبير زي المسافة بين الصين وبين أمريكا خلاصة القول في هذا المقال إن لا روسيا عندها مصلحة تكون في تحالف مع الصين ولا الصين عندها مصلحة تكون في تحالف مع روسيا وإن روسيا مش عايزة كتولات عسكرية في العالم بما فيه النيتو أو غير النيتو والصين كمان مش عايزة تحالفات عسكرية في العالم والصين عندها طموحات لكيادة العالم فأي تحالف استراتيجي يحملها أعباء ويعطل طريقها ويبقى ثقل عليها أثناء الحركة وكذلك بالنسبة لروسيا دولة ذات نفوذ دولة مهمة هتشيل أعباء كتيرا نتيجة التحالف مع الصين لذلك الصين وروسيا الأفضل لهم الصيغة الحالية التعاون وليس التحالف التعاون الكبير نعم ولكن التحالف العسكري هيكون عبء على الطرفين لذلك ما بين الدولتين لن يتجاوز مرحلة التعاون حسب الكاتب في روسيا اليوم تلاتة أطلس الدماغ قصة 86 مليار خلية لما الإنسان يجوع إزاي بيعرف النجعان بالإحساس طيب إزاي بيصل الإحساس بالجوع للإنسان إزاي يدرك أنه هو جعان أو أنه هو عطشان أو أنه هو خائف أو أنه هو آمن يعني كل المشاعر التي تصل إلى الإنسان كيف تصل إلى الإنسان؟ طبعا نتيجة حركة في الدماغ إنما هذه الحركة إيه تفاصيلها وإيه أبعدها وإزاي بنشعر بهذه المشاعر موضوع الدماغ كرؤية فيسيولوجية وأبحاث علمية موضوع كبير للغاية وفيه دراسات كتيرة لمحاولة صبر أغوار الدماغ البشري فهم هذا العالم يعني أد تعقيدات المجرة تعقيدات الدماغ البشري إزاي ممكن نفهم هذا الدماغ في 2013 الرئيس باراك أوباما عمل مبادرة لفهم الدماغ البشري وخصص لها 5 مليار دولار لتطوير أبحاث فهم كيفية عمل الدماغ البشري حسب مجلة نيتشر النسخة العربية فإنه في عام 26 كمان 3 سنين حتنتهي هذه الأبحاث في مراحلها الأساسية بعد 13 سنة من الشغل والعلماء هيقدروا يقولون وقتها إنه فيما يخص الفئران على سبيل المثال كيف يعمل الدماغ داخل الفقر الفقر حضرتكم في داخل مخ الفقر أو دماغ الفقر 70 مليون خلية عصبية دراسة هذه الخلية العصبية مهمة جدا لفهم كيفية عمل الدماغ الدماغ البشري أعقد بكتير الدماغ البشري 86 مليار خلية كل خلية فيها مشبك يشبك في الخلية اللي جنبها المشبك ده ممكن يكون فيه آلاف المشابك العصبية لكل خلية يدخل 86 مليار خلية كل خلية ممكن يكون فيها آلاف المشابك العصبية علشان تشبك مع الخلية الأخرى تعقيدات إيه بقى المحاور والطرق اللي موجودة داخل الدماغ علشان تربط هذه الخلية لأن ده مهم لحاجات كتيرة جدا موضوع فقدان الزاكرة أو مرض الزهايمر باركنسون أمراض كتيرة جدا أن الأمراض العصبية والنفسية حتستفيد كتير جدا حتتطور تطور مذهل يعني بعد 50-60 سنة لما نصل تماما لأن تقديرات العلماء في معهد آلين لدراسات الدماغ أنه ممكن بعد 50 سنة يكون عندها خريطة كاملة لخلية الدماغ والأعصاب داخل الدماغ والطرق اللي موجودة والمحاور اللي موجودة وكيفية تعامل هذا الكون المعقد داخل الدماغ البشري وقتها هيكون أمراض كتيرة جدا تبدو مستعصية الآن هتكون في عداد الممكن في المستقبل مش بس بعد 50 سنة إنما دلوقتي أصلا بدأت تطور كتير جدا دراسات الأمراض العصبية والنفسية على أثر التطور في دراسات الدماغ البشري ما حضراتكو هنحاول نوضح اللي احنا قلناه لأهمية هذا الموضوع لأنه أهم حاجة في الحياة الإنسانية كلها وفي الإنسان هو الدماغ زي ما قلت لحضراتكو أنه الفقر على سبيل المثال دايما الفران هي فيها النقاشات على طول تبقى التجارب على الفران الدماغ بتاع الفقر فيه كان 70 مليون خلية تخيل يعني الفار الصغير ده الدماغ بقى اللي صغير جواه فيه 70 مليون خلية الدراسات اللي هو المشروع بتاع أوباما البريين أو دراسات الدماغ هيكون بعد ثلاث سنين جاهز على شبكة الإنترنت متاح للجميع كل تفاصيل عمل دماغ الفار فيه 70 مليون خلية عصبية اللي موجودة وده هيخدمنا كتير جدا في فهم الإنسان الدماغ بقى بتاع الإنسان كان قلناك 86 مليار هنا مليون هنا مليار الغريب بقى مثلا لو فطرت بقى 86 مليار دول هذه خلية ودي 2 ودي 3 ودي 4 ودي 5 ستة سبعة تمانية تسعة مثلا طبعا الكلام بقى كان 86 مليار قد بقى 2000 عشر تلاف مليون وانت ماشي بقى توصل لستة تمانين مليار كل خلية فيها مشابك عشان تشبك مع الخلية الأخرى فدي تشبك هنا وتشبك هنا وتشبك هنا يعني كل خلية ممكن يكون فيها آلاف المشابك شوفش مذهل سبحان الله آلاف المشابك العصبية شيء خيالي يعني 86 مليار خلية كل خلية فيها آلاف المشابك العصبية ده عمل الدماغ أو خريطة الدماغ الفيسيولوجية الخريطة دي لما تنتهي هيكون عندنا معلومات غير مسبوقة عن عمل الدماغ داخل الفقر بشكل أساسي لكن كمان داخل الإنسان وتبقى لمعهد ألن في جامعة سياتل نتكلم على في غضون عشرات السنين القليلة ممكن خمسين سنة ولا حاجة ممكن يكون داخل خريطة كاملة للدماغ البشري من الآن فصاعدا في نهضة حقيقية كبيرة جدا وغير مسبوقة في علاج الأمراض العصبية والنفسية وفهم عمل المخ وخريطة الدماغ على ضوء مقال مجلة نيتشر النسخة العربية أبحاث مزهلة قصة 86 مليار خلية داخل الدماغ البشري وفاصل ونكمل أربعة سقط فوقها كويكب وألقيت عليها قنبلة نووية ولكنها سمضت بنتكلم هنا على شجرة مزهلة من أقدم الأشجار الموجودة على كوكب الأرض لما حصل زمان كويكب استضم بالأرض والديناصورات اختفت من العالم هذه الشجرة لم تختفي أيضا في اليابان لما ألقيت فوقها كنبلة نووية هذه الشجرة لم تمت يعني دي سمضت قدام كويكب برب الأرض وقدام كنبلة نووية ألقيت فوقها في مدينة هيروشيما اليابانية الشجرة دي اسمها الجينكا شجرة الجينكا لما نشوف صور لها لقيها مزهلة زهبية شكلها في منتهى الجمال وكسيفة ودلوقتي أصلا في منظمة عالمية للسلام يابانية رمزها هذه الشجرة حط زراعها في كذا مكان في العالم الشجرة دي من شاءها الصين ثم اليابان ثم راحت لهولندا وباقي أوروبا حاليا في أمريكا ودول كثيرة جدا موجودة شجرة الجينكا هي رمز الصمود والبقاء حتى في مواجهة المقاسي الكبيرة بل أكبر المقاسي في تاريخ الإنسانية استضام كويكب بالأرض أو إلقاء كنبلة نووية لما ألقيت كنبلة نووية على هيروشيما درجة الحراك كانت من 3000 إلى 4000 درجة مقاوية على سطح الأرض الإنسان كان يتحول إلى غبار أسود مش أنه هو بيموت أو يحترق يتحول إلى غبار أسود 4000 درجة مقاوية يعني ممكن ناس في هيروشيما قاعدين كده بيفطروا أنك تبقنبلة الصبح وتلاقيهم وقت الفطار القنبلة أوركات عليهم تحولوا كلهم إلى غبار أسود أسقف المنازل تحولت أيضا كتير منها يعني سالت تماما وتحولت أيضا إلى أسقف سوداء بعد سقوطها كأنه يوم القيامة شيء مروع جدا ما حصل في هيروشيما تبقى اللي ما قال مميز لكاتب ياباني بيقول لكن شجرة الجنكة دي علمتنا الصمود قمنا نضفنا هيروشيما بعد كل ده زرعناها من جديد وصمدنا من جديد وعدينا أزمة هيروشيما وأزمة نجازكي كنبلتين نوويتين نتعلم من هذه الشجرة الصمود مواجهة التحديات هي رمز البقاء رغم كل الكوارث الطبيعية كويكب أو البشرية كنبلة نوية هي الآن رمز البقاء ورمز السلام وتروج لها اليابان في العالم على أهمية الصمود وأهمية البقاء رغم كل التحديات التي يمكن أن تواجه الإنسان أو الحضارة في المستقبل كما في الماضي شكرا لحضراتكم وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبع الأولى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر